مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى عدد جديد ومتجدد من حديثي الصحافة وأبرز ما تضمنته الصحف والمواقع الإلكترونية الوطنية اليوم نستهلها بالمواقع الإلكترونية الإخبارية والبداية بموقع النهر أونلاين الذي عنونا الرئيس تبون يهني الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الجديدة 2024 حيث هنأ رئيس الجمهوري عبد المجيد تبون مساء أمس الأحد الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2024 وفي كلمة له بالمناسبة بثها التلفزيون الجزائري يقول المقال قال رئيس تبون نودع اليوم سنة 2023 التي كانت غنية بالإنجازات والتي خاض فيها وطننا المفدة بفضل شعبه العزيز خطوات ممتازة في طريق النمو والتقدم في مختلف القطاعات وأضاف الرئيس بالقول لمواصلة هذا النمو أدعو إلى كل الجزائريات والجزائريين في العام الجديد إلى مواصلة المجهودات كل من موقعه ومسؤوليته للرقي ببلادنا إلى مقامات أكبر وتبع الرئيس تبون سيكون عام 2024 عاما مليئا بالإنجازات تخطو فيها بلادنا أشواطا تقربها من التقدم نحو مصافي الدول المتطورة عنوان آخر على موقعي النهار أونلاين نقرأ فيه وزير الداخلية من مسعد الرئيس تبون يؤسس لجزائر جديدة تخدم المواطنين التزاما للتعهدات الأربع والخمسين حيث أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أمس الأحد أن رئيس الجمهوري عبد المجد تبون يؤسس لجزائر جديدة تخدم المواطنين التزاما للتعهدات الأربع والخمسين وذلك على هامش إشرافه على مراسم تنصيب دوادي عادل وليا منتدبا لمسعد وكشف ذات المتحدث أن ولاية مسعد المنتدبة يسعى لجعلها ولاية بكامل الصلاحيات في ظروف جد وجيزة وتكون متقدمة في مختلف المجالات وأضاف وزير الداخلية أن رئيس تبون له بصيرة مستقبلية وقد عمل على توزيع البذور مجانا على الفلاحين وإنجاز صوامع لتخزين الحبوب حتى تبتعد الجزائر عن الاستيراد من دول أخرى وأعلن إبراهيم مراد أن ولاية مسعد المنتدبة استفادت ضمن البرنامج التكملي من 3600 مليار ضمن 77 عملية موقع الخبر أونلاين عنوانا في مقال آخر رئيس تبون يتبادل تهاني العام الجديد مع نظيره نظيريها التونسي والفرنسي حيث أجر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية مع كل من نظيره التونسي قيس سعيد ونظيره الفرنسي مانويل ماكرون وجاء في بيان رئاسة الجمهورية يقول المقال أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يجري مكالمة هاتفية مع أخيه السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة هنأه فيها بمناسبة حلول العام الجديد كما تبادل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مكالمة هاتفية التهاني مع نظيره مانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة وفق ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية موقع الجزائر الآن عنوان في مقال آخر صدور قانون المالية لسنة الفين واربعين وعشرين في الجريدة الرسمية حيث صدر في العدد رقم ستة وثمانون من الجريدة الرسمية قانون المالية لسنة الفين واربعين وعشرين الذي وقع عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر ديسمبر وتضمن القانون الذي صادق عليه مجلس الأمة في الرابع عشر من ديسمبر والمجلس الشعبية الوطني في الخامس من شهر ديسمبر عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمانتها وتتضمن ميزانية الدولة في إطار هذا القانون نفقات عمومية هي الأضخم منذ الاستقلال يقول المقهل إلى موقع الشعب أونلاين الذي عنونا إطلاق عملية بيع محلات تحياء عدل لممتهنية الصحة حيث أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل أمس الأحد عن إطلاق عملية بيع المحلات على مستوى الأحياء السكنية بصيغة البيع بالإيجار موجهة لفائدة ممتهني قطاع الصحة وحامل الشهادات في مجال الطب بمختلف تخصصاته وأوضحت الوكالة في بيان لها أن عملية بيع هذه المحلات ذات الطابعة الخدمة تتم حصريا عبر موقعها الإلكتروني مؤكدة أنه يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي يحمل الجنسية الجزائرية شراء أكثر من محل في أي ولاية شرط حصوله على وصل لكل محل معروض للبيع ووفقا للبيان يضيف المقال فإنه سيتم عقب دراسة الملفات إلكترونيا إختار أصحاب طلبات الذين تم قبولهم من أجل استكمال الإجراءات المتعلقة بعملية البيع موقع لاباتري نيوز عنوان في مقال يتعلق بالتجارة رفض قرابة 64 ألف طن من السلع المستوردة على الحدود حيث كشفت وزارة التجارة وترقية الصادرات أمس الأحد أنه تم رفض قرابة 64 ألف طن من السلع المستوردة على مستوى الحدود خلال سنة 2023 بقيمة تقارب 30 مليار وأوضحت الوزارة في حصيلة لنشاطات الرقابة وقمع الغش المنجزة في سنة 2023 أن عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود خلال هذه السنة بلغ 974 حمولة بها سلع تقدر كميتها ب 63 ألف وتسعمائة واثنين وتسعين طن بقيمة 29.90 مليار دينار جزائري وإجمالا قامت المفتشيات الحدودية التابعة لوزارة التجارة بمراقبة 50.526 حمولة حسب نفس المصدر يقول المقال موقع الإذاعة الجزائرية عنوان مجمع صيدال يدشن أول مركز للتكافأ الحيوي في الجزائر حيث دشن المجمع الصيدلاني العمومي صيدال أمس الأحد بالجزائر العاصمة أول مركز للتكافأ الحيوي بالجزائر والذي أطلق عليه اسم مركز التكافأ الحيوي إذ سيتكفل هذا المركز بإنجاز دراسات تسمح بإثبات فعاليات وأمان الأدوية الجنيسة وسيقوم المركز بتقديم خدماته للمخابر الصيدلانية الوطنية والأجنبية التي تريد إجراء دراسات لإثبات تكافأ أدويتهم الجنيسة مع الأدوية المرجعية من حيث الفعالية والأمان وهو ما يتيح بذلك إمكانية تعويض الأدوية المرجعية كما سيقدم المركز خدماته لفائدة السلطات الإدارية المكلفة بتسجيل المواد الصيدلانية وشركات خدمات التجارب السريرية ومؤسسات البحث في إطار مشاريع البحث في الطب الحيوي وكذل المختصين في إطار الأبحاث السريرية إلى المواقع الإلكترونية الدولية والبداية بموقع الجزيرة والعدوان المتواصل على قطاع غزة عنوانات القسام تقصف تل أبيب وغلاف القطاع مع الدقائق الأولى للسنة الجديدة يقول المقال مع أول دقيقة من العام الجديد ودخول العدوان الإسرائيلي يومه السابع وثمانين على قطاع غزة قصفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز M90 وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين وقالت صحيفة يدعو تحرنوت أن إسرائيل استقبلت السنة الجديدة بوابل من الصواريخ في قطاع غزة من قطاع غزة يقول كاتب هذا المقال موقع الميدين عنوانا جيش الاحتلال الإسرائيلي يسحب خمسة ألوية مقاتلة من غزة حيث أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي صرح خمسة أولية تدريب واحتياط من القتال في غزة لإدارة تدريب القادة في جيش الاحتلال وذلك في أعقاب قرار رئيس الأركان هيريتي هاليفي وشار الموقع إلى أن مقاتلين لواءين خمسمائة وواحد وخمسين واربعة عشر من الاحتياط سينهون نشاطهم في قطاع غزة اليوم وسيعودون إلى منازلهم لافتا إلى أنه في وقت سابق غادر ساحة المعركة لواء آخران من المقاتلين النظاميين مدرسة مهن المشات ودورة ضباط الصف ولواء تدريب سلاح المدرعات حسب ما جاء في هذا المقال إلى موقع القدس العربية الذي عنونا استشهاد وزير الأوقاف الفلسطينية الأسبق بغارة للاحتلال الإسرائيلي على منزله في غزة حيث استشهد وزير الأوقاف وشؤون الدينية الأسبق خطيب المسجد الأقصى الأسبق الشيخ يوسف جمعة سلامة أمس الأحد في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزله في مخيم المغازي وسط قطاع غزة وذكرت وكلة الأنباء الفلسطينية وفا أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزل الشيخ سلامة ما أدى لاستشهاده وإصابة عدد من أفراد يسرته في مخيم المغازي موقع العربية عنونا في مقال آخر ليس لدينا ما نعلنه أكبر حاملة طائرات تغادر المتوسط وتعود لأمريكا حيث بعد نحو ثمانون يوما من قدومها لشرق البحر المتوسط لدعم الاحتلال الإسرائيلي قال مسؤولان أمريكيان لشبكة الأي بي سي سي نيوز أن حاملة الطائرات الأمريكية جيرارد فورد ستيغارد عائدة إلى الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة وأشرت الشبكة إلى أنه جرى إرسال حاملة الطائرات والسفن الخمسة الأخرى في مجموعتها الهجومية بهدف ردع حزب الله في لبنان وإيران عن توسيع الصراع إقليمياً ونقلت الشبكة عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البونتاجون أحجم عن التعليق على عودة حاملة الطائرات قائلاً ليس لدينا ما نعلنه اليوم حسب ما جاء في هذا المقال ختاماً من موقع سكاينيوز عربية وفي الشأن السوداني عنونا تجتمع بحميدات في أثيوبيا تقدم تطرح رؤية لحل أزمة السودان حيث يقول هذا المقال تجتمع بالعاصمة الأثيوبية أديسة بابا اليوم الاثنين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية تقدم بقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دوغلو حميداتي لبحث سبل وقف الحرب المستمرة منذ نحو تسعة أشهر بين قواته والجيش السوداني ووفقاً للموقع فإن التنسيقية التي يرأسها رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك تطرح رؤية من أربعة محاور لحل الأزمة المستفحلة في البلاد وتبدأ بوقف لإطلاق النار وفتح مسارات آمنة للسكان ومعالجة الأزمة الإنسانية والدخول في عملية سياسية تشمل الإصلاح الأمني والعسكري وقضايا العدالة الانتقالية وإعادة البناء المؤسسي لأجهزة الدولة وبهذا الخبر مشاهدنا الكرام نسل وإياكم إلى ختام جولتنا عبر الصحف لنهاري اليوم شكرا على طيبي المتابعة السلام عليكم